اهلا بكم اظهرت النتائج المالية لبنك دبي الاسلامي ارتفاع ارباحها خلال ربع ثاني من عام 2016 بنسبة 15 نقطة المئوية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2015 وابلغت ارباح البنك في ربع ثاني من عام 2016 اكثر من مليار درهم مقابل ربح قيمته 950 مليون و310 ألاف درهم للفترة المماثلة من عام 2015 وقد اظهرت البيانات الخاصة بالبنك ارتفاع الارادات التشغيلية في النصف الاول من عام 2016 ليصل الى ملياري ومئتي مليون درهم مقارنة بملياري درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2015 وجاء هذا الارتفاع نتيجة الصعود في صافي ارادات العمولات والرسوم بنسبة 25 وعشرين نقطة المئوية وصولا لمستوية 789 مليون و640 ألف درهم وقد تراجع صافي خسائر انخفاض القيمة بنهاية النصف الاول من عام 2016 الى 190 مليون و530 ألف درهم مقابل 275 مليون و850 ألف درهم للفترة المماثلة من عام 2015 واخيرا تخطط ارباح بنك الاسلامي المليار درهم مع نهاية الثلاثة اشهر من العام 2016 بالغا اكثر من مليار درهم ومسجلا نسبة الارتفاع 17 و17 النقطة المئوية